موسيقى 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 اولا هنطرحوا السؤال شكل يرخص لهذه الشركة وعلاش بالضبط رخصوا لها في واحد المكان اللي خارج المنطقة الصناعية اذا هذا سؤال مطروح سؤال شاسع بغينا بغينا نعرف الجواب عليه هذا بالنسبة نحن الشركة هي متواجدة بالاساس فقرب قرب اموات قرب واحد المقبارة مقبارة مول الزيتونة كين الاموات وكين الاحياء قرب ضوار مول الزيتونة قرب رياد صوفيا رياد الراحة ضوار المهيدي الامانة الى غير ذلك بالنسبة للشركة العمر ديالها ربما باش حطت باش بدت لتصنيع بمنطقة الاساسفاء فهو يعني واحد الوقت شاسع في الوقت اللي كان واحد التواصل مع تشكوا مجموعة ديال الجمعيات او مجتمع المداني انا داك في واحد الوقت بغيت نعرف انا داك المجتمع المداني علش تراجع ادن هذا تهوف حدات سؤال مطروح علش تراجع دك جمعيات المجتمع المداني احنا تنعرف بان اهم التوصيات اللي جاب ها كوب 22 بمركش فهي تتحدث بالدرجة اللولى على البيئة على حلول جدرية الاحتباس الحراري هات الشركة هي صراحة احنا درنا واحد الهاشطاغ ديال لساسفة تختانق فعلا لساسفة تختانق الجميع يعاني من هات الشركة اذا كنا معاناة كنت شخص ديال ان الضرر الضرر كبير حاولنا كمواطنين كجمعيات المجتمع المداني اننا نتواصل مع مجموعة ديال المؤسسات مجموعة ديال المنتخبين مجموعة ديال البرلمانيين من اجل اننا نلقوا حلول احنا ما غديش نتنازلو ابدا جمعيات المجتمع المداني بمنطقة الاساسفة ما غديش نتنازلو لان فعلا الاساسفة تختنق الى بغينا نتكلم على بيئة سليمة خاصنا نتكلم اننا نعيش ونشم واحد الهواء نظيف اذا الى كان هاد الشركة تتصرب هاد الغاز القاتل هاد نمسكوت عنه كينين شركات اخرين بمنطقة الاساسفة لتهم تضروا بالصحة ديال المواطن بغينا نعرف واش هاد الجهات المعنية بما فيها السيدة العمل السيدة العمل بغينا هاد تحرك في هاد الباب بغينا السيد رئيس مقاطعة الحيل حساني اللي هو ولد الدار هو ولد الدرب بغينا يحرك يحرك في اطار القانون التنظيمي ميو اه القانون التنظيمي ميو تلتاش ربعتاش يحرك الشرطة الادارية بغينا اه يعني جميع الجهات تحرك من اجل حت حت ربما احنا ولينا تنسألو واش مول هاد الشركة كينين شي ناس لغلاط تحميوه واش احنا واش هو وفق القانون اذا 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 بغينا نتكلم على اه معادلة توازن بين البيئة والتنمية رخصنا نتكلم على انه تكون واحد المقاربة شاركية احنا تنعرف وربما في جامع الدول ان الشركات اللي تتصرب واحد الغاز مضر على الاقل تكون عندها واحد صندوق تدير واحد صندوق من اجل معالجة الاطفال ولا معالجة النساء هاد السيد هذا معمره فتح الباب النقاش ابدا هاد الشركة هذه معمره فتحت باب النقاش ابدا اذا هنا كين سلطوية كين كين ضرر كبير بغينا جميع الناس جميع الجهات اللي عندها علاقة بالموضوع احنا بغيناهم يخرجوا بغيناهم يتجاوبوا معنا بغيناهم يقربوا منا وإلا ما غنتنازلوش وغنخرجوا الشارع من اللي تنقولوا غنخرجوا الشارع احنا بالنسبة لنا هذا ضرر هذا ضرر اذا من 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 الاولويات الاولويات هو اننا خصنا نقشو هذا لحد الساعة تشيجيها معينة ما فتحت معنا الباب الا اتصالات او ما كنش تواصل رسمي هناك تواصل شفاهي الى غير ذلك احنا بغينا حلول جدرية بمعنى حلول جدرية احنا ما كنش تنازل احنا بغينا نقولوا الهدمون الشركة ارحل بمعنى ارحل انك تتخلق ضرار كين ضرار ضرار اللي ربما طول عمر ديالو ولكن حال الوقت باش هالضرار هذا يتحبس اذا رسالة السيدة العاملة رسالة رئيس مقاطعة الحي الحسني رسالة المنتخبون رسالة البرلمانيون رسالة لجميع الجهات اللي عندها علاقة بالبيئة فلساسفة تختنق انقيدوا لساسفة